عندما يتحول البلد إلى قوم كذا قوم اثنين قوم ثلاثة وثم مذهب كذا ومذهب كذا فأشف أن نقول عندما يغيب معيار الوطنية يتحدثون عن أقليات لو كان هناك معيار وطنية لما كان هناك أقليات لكنك جميعا عرافيون وخلص نعم تتحدث عن تصريفات مواطن درجة أولى درجة ثانية نعم نعم مسيحين بأي درجة يعتقد في زمن صدام كنا خامسة هلأ يمكن ثالثة نعم نعم كنا في زمن صدام يعني آسف أن نقول هذا الكلام رغم أنه كان لا يزال الكردي بالشمال يخدم بالبصرة أو العربي يخدم بزاخو لكن هسا ما بقى هذا الشيء مع الأسف بعد التغيير أنه كل من متقوقع منطقته بطائفته بمذهبه وكذا فمصطلح الأقليات يأتي عندما تغيب يغيب عنوان الوطنية وهذا أحد أقدر أقول يعني العامل الأساس في عدم استقرار البلد والفوضة السائدة اللي صارت أكثر أتفاقمت بعد 2003 فقصة الأقليات وسألتني كأقليات الأقليات تعني جاليات يعني واحد جاي البارحة للبلد بينما الحقيقة هي هذه الأقليات تسميها أنت أقليات هي المكون الأشوري البابلي خليه أسمي يعني اللي هو أصيل هذا البلد تاريخ المقرؤ والمكتوب منه هو 9000 سنة والبقية ماكو ألف ألفين سنة والبقية المكونات المسلمة لربما ألفين لربما ألف أو أقل مئات سنين نعم فاللي هو مئات سنين صار هو الأصيل واللي هو الأصيل صار هو أقليات وكأنه جاليات هذا كفر بحق البشر الأسباب أستاذ يونادب أرجع لك هذا الأسباب الأسباب لأنه غابت غاب المفهوم الوطني هذا اللي وصلنا عليه هاي واحد وقصة الإرهاب تفضلت ما كان أكو إرهاب داعش في بغداد ما كان أكو داعش في البصرة وين صاروا هالناس يعني بغداد كان على قلق فت أربعمائة ألف إنسان مواطن أو أكثر من المسيحيين هلس ما عندي أنا 150 ألف البصرة كان عندي فت أربعة ألاف آيلة هلس ما عندي أربعمائة أربعمائة آيلة ما كان أكو داعش لكن كان أكو غياب سلطة القانون وغياب مفهوم المواطن هو صار تمييزه وتفرقة في التعامل وأقدر أقول يعني طغط الميليشيات أو المافيات خلي أقول مافيات الجشع والطمع تحت مسميات سياسية حزبية كذا بس هي لا أساس لها يعني سبب تهجير المسيحيين في بغداد الطمع مركب الجشع والطمع وضعف سلطة القانون يعني ليس لي أسباب عقادية لا أبدا المسلم والمسيحي ما عندهم مشكلة والعربي والكردي والأشوري ما أعرف الكلداني ما عندهم مشكلة بس مشكلة هذا المافيا والمافيات أو العصابات السرقة والاختطام والأتاوات مو بس المسيحي طفش المقاول الرجل العمال والطبيب الزين والمهندس الزين مو بس المسيحيين طفش ترجمة نانسي قنقر